بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وآله وصحبه ومن ولا أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة المباركة من هذا البرنامج العظيم ونتكلم فيها عن الحج الشعيرة الكبرى وفي هذه الحلقة نتكلم عن سبب أفضلية هذه الشعيرة وسبب أفضلية هذا الركن من أركان الإسلام أفضلية هذا الركن ترجع لأفضلية الزمان فالله سبحانه وتعالى اختار لهذا الركن زمانا عظيما وهو العشر الأوائل من شهر زي الحجة التي قال عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما العمل في أيام عشر خير من العمل في هذه العشر فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا جهاد رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء إذن أفضلية الزمان فيقع هذا الركن من أركان الإسلام في أفضل زمان ثم أفضلية المكان فهذا الركن يؤدى في بيت الله الحرام بيت الله الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون قبلة للناس بيت الله الذي حج إليه أنبياء الله بيت الله الذي أمر الله إبراهيم عليه السلام بأن يرفع قواعده بيت الله هو أول بيت وضع للناس فأفضلية الزمان وأفضلية المكان ثالثا أفضلية الأشخاص فإن من يذهب إلى حج بيت الله الحرام هم أفضل الناس عند الله لأنهم يقتطعون من أموالهم ويقتطعون من أوقاتهم ويذهبون في شوق إلى الله سبحانه وتعالى متبتلين إليه معرضين أنفسهم للهلاك معرضين أموالهم للضياع يبزلون في سبيل إرضاء الله سبحانه وتعالى الغالي والنفيس يذهبون إلى الله سبحانه وتعالى وكل رجائهم أن يقبلهم الله سبحانه وأن يتقبل هذه العبادة وأن يغفر لهم الزنوب والزلات وأن يتجاوز عن السيئات وأفضلية أخرى إنما هي أفضلية الأحوال ففي هذا المكان يطوفون حول البيت الحرام ويسعون بين الصفى والمروى متذكرين سنن الأنبياء السابقين ويحيون شريعة سيدنا إبراهيم عليه السلام ثم يذهبون فيزبحون تقربا إلى الله ثم يذهبون إلى منا حيث تستجاب الدعوات وحيث يتقبل الله سبحانه وتعالى العباد فأفضلية الزمان وأفضلية المكان وأفضلية الأشخاص وأفضلية الأحوال والمناسك ولذلك ورد عن سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم ما يبين عظمة هذه الشعيرة فيقول صلى الله عليه وآله وسلم ما من يوم يباهي الله سبحانه وتعالى ملائكته كما يباهي بعباده في يوم عرفة ويقول لملائكته انظروا يا ملائكتي إلى عبادي آتوني شعصا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم ويقول صلى الله عليه وآله وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله ويقول رب العزة سبحانه وتعالى في مخاطبة عباده أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له أفيضوا من عرفة وقد غفرت لكم سيئاتكم وقد غفر الله أيضا لمن شفعتم له أو سألتم الله له المغفرة ويقول صلى الله عليه وآله وسلم ما رؤي الشيطان أحقر ولا أضحر ولا أصغر منه في يوم عرفة لعظم ما يرى من مغفرة الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الذين أتوا من أجل التقرب إلى الله ومن أجل مرضات الله سبحانه وتعالى فطهارة الزمان وطهارة المكان وأفضلية الزمان وأفضلية المكان وأفضلية الصالحين الذين جاءوا تقربا إلى الله وأفضلية الأفعال التي أمر الله بها عباده واستجابوا إلى ربهم وجاءوا إليه شعثا غبرا يسألونه مغفرته ورضوانه ثم يفيض عليهم رب العزة سبحانه بالرضا والرضوان والقبول ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع من زنوبه كيوم ولدته أمه الحج المبرور ليس له سواب إلا الجنة يعود بصحيفة بيضاء ليس فيها إلا كل خير ليس فيها إلا كل عمل صالح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاج بيته الحرام وأن يرزقنا الحج أعواما بعد أعوام وأن يجعلنا من عباده المقبولين الصالحين وشكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته